فاطمة من أسبان يبارك الله فيها تقول هل يجوز ترك المنشفة في الحمام يقولون لا تترك شيء في الحمام لأنه مكان الشياطين أخت فاطمة بارك الله فيك ما عندنا دليل على منع وضع الثياف في الحمام وكل هذا الكلام الذي يقال من أنه يكون هناك طاقة سلبية وهناك هذه كلها لا رصيدة لها من الحقيقة ولا من الواقع اتركوا مثل هذه الأشياء التي أصبحت تؤثر على تفكير الناس وعلى حياة الناس وعلى الناس منذ قديم الزمان يتركون ثيابهم ومناشفهم في الحمام ما في أي مشكلة ولله الحمد والمن أهم شيء الإنسان يتقيد بالسنن فقبل أن يدخل الحمام يقول بسم الله اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخباث